نبدأ هذا اللقاء بالتهنئة للكابتن إكرامي واحد من أشهر وأفضل نجوم كرة القدم وحراسة المرمى في تاريخ مصر والعالم العربي والقارة السمراء الكابتن إكرامي احتفل بالأمس بعيد ميلاده في يوم 26 أكتوبر وطبعاً بنبدأ هذه الحلقة وأفضل بداية لهذه الحلقة بعد مشوار كبير من العطاء سواء مع النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام منتخبنا الوطني الأول وموهبته الاستثنائية كواحد من الأفضل على الإطلاق في تاريخ حراسة المرمى في القارة بأكملها وفي عالمنا العربي وفي مصر بالتأكيد كانت له شعبية استثنائية جداً كواحد من أفضل الحراس على الإطلاق كابتن إكرامي تعرف عنه أنه كان حارس مرمى لو ستايل له شكل في الأداء كان بيبقى ممتع جداً للجمهور في تصديل الانفراضات المواجهة وان تو وان مع المهاجمين اللي بينفردوا به وكان متمكن جداً في التعامل مع اللاعب المنفرد به في مواجهة المرمى وحارس المرمى وكان صعب جداً تخطيه في المواجهات الفردية وان تو وان اللي هي بتبقى صعبة على أي حارس مرمى في العالم ومن أكتر المواقف اللي بتورينا أو بتظهر قدرات حارس المرمى الموهوب كمان الصور الشهيرة للكابتن إكرامي وطريقة التحرك والفوت وورك وإنه إزاي بيطير في الهواء على الكرة وبيتحرك بشكل مميز جداً إزاي كان عنده القدرات الحركية المميزة والموهبة والتوقيت السليم في التصدي للتزديدات أو للكرات العرضية والتعامل معها كابتن إكرامي بالتأكيد سيظل دائماً أبداً في ذاكرة جمهير النادي الأهلي وجمهير الكرة المصرية بشكل عام كواحد من الأفضل على الإطلاق في تاريخ المرمى على المستوى المصري والعربي والأفريقي كل سنة وحضرتك طيب كابتن إكرامي وإن شاء الله دائماً أبداً نستفيد بخبراته في عالم التدريب وتجهيز أجيال جديدة من الشباب والنشئين من حراس المرمى